اشتركوا في القناة ومن الميزات الموجودة هنا في السويد أن لكل إنسان يعيش هنا في السويد ولديه أبناء في المدارس لهم الحق الأبناء الطلاب لهم الحق أن يتعلموا لغتهم الأم إذا كان أحد الوالدين يتحدث هذه اللغة لا أتوقع أن هناك دولة أوروبية تسمح بتعلم اللغة الأم على سبيل المثال اللغة العربية في المدارس الحكومية بشكل نظامي بشكل معترف به من قبل الحكومة كل شخص يعيش هنا في السويد سواء كان إقامته مؤقتة أو إقامته دائمة أو حاصلة للجنسية له نفس الحقوق بالنسبة للتعليم والصحة وغيرها الحقوق كلها متساوية الاختلاف فقط هو الإقامة دائمة أو إقامة مؤقتة وما إلى ذلك من حق كل طالب أن يتعلم لغته الأم هذه ميزة كما قلت ليست موجودة في بلدان أخرى ومن بين هذه اللغات المدرش مولت تطلق عليها وهي بمعنى اللغة الأم اللغة العربية، اللغة الصومالية، اللغة الصربية، أي لغة يتحدث بها الطالب هناك شروط طبعا أن يكون عدد الطلاب خمسة في المدرسة على المدرسة أن تؤمن لهم مدرسا يعلمهم هذه اللغة حصة في الأسبوع طبعا هي قليلة لكن كما قلنا نحن ننظر بمنظور إيجابي أن هذه المادة موجودة في المنهاج موجودة طبعا ليست إجبارية إنما هي اختيارية الوالدان هما الذين يختاران هل يريدان أن يتعلم أبناؤهما اللغة الأم أم لا هي ليست مادة إجبارية هي ساعة في الأسبوع يتعلم فيها الطالب لغته من الصف الأول إلى المرحلة الثانوية ما هو الشيء المميز في هذه النقطة أو في هذا الجانب الذي يتعلم اللغة الأم الميز أن هذه اللغة تجعل الطالب يحافظ على لغته الأم ولا ينساها لأننا كما نعرف أن الطلاب الذين يأتون إلى السويد ويقيمون فيها أول سنة تكون لغتهم الأم جيدة إذا كانوا في مدارس قبل أن ينتقلوا إلى السويد أو إذا كان عندهم تعليم في البلد الذي جاءوا منه لكن بعد مرور الزمن تصبح هذه اللغة تصبح ضعيفة بسبب أن الطالب يتعلم اللغة السويدية أكثر مما يتعلم اللغة العربية وهنا يأتي دور الأهل في المتابعة وتنمية هذه اللغة عند الأبناء هنا السويد تهتم بجانب في المدارس يهتمون بجانب اللغة الأم لأنهم من خلال الدراسات التي عملوها على هذا الأمر وهو اللغة الأم وجدوا أن الطالب الذي لديه لغته الأم قوية يساعده كثيرا في تعلم اللغات الأخرى وفهم المواد الأخرى هنا في السويد أيضا موجود في المدارس مدرس مساعد في اللغة الأم هذا المدرس المساعد باللغة الأم يساعد الطالب على فهم المادة بشكل جيد باللغة السويدية وباللغة العربية فهم يركزون على أهمية اللغة الأم لأنها سبيل لفهم اللغة السويدية وهي ركيزة يرتكز عليها المتعلم في فهم المواد الأخرى من مزايا اللغة الأم في السويد أنها مادة مثل باقي المواد أي أنك تحصل على درجة في نهاية العام الدراسي أو في نهاية كل فصل هنا في السويد فهي مادة مثل باقي المواد وتساعد الطالب على الانتقال من مرحلة إلى أخرى مثلا المرحلة هي تبدأ الدرجات من الصف السادس يحصل الطالب على درجات من الصف السادس من الصف الأول إلى الصف الخامس هناك تقييم للطالب أما من الصف السادس إلى التاسع هناك درجات هذه الدرجات تصبح مجموعة من المواد يجمعون الدرجات ومن ضمنها المدرش مول أي اللغة الأم فالطالب يستفيد من هذه المادة بالإضافة إلى أنه يتعلم لغته الأم بأنه أيضا يحصل على درجات فهي مادة مثل باقي المواد أيضا دائما أتكلم مع الطلبة أن تعلمك للغة الأم أول شيء أن تتعلم لغتك والإنسان لا يعرف في المستقبل ماذا يحدث معه ربما ينتقل إلى بلد عربي يرجع إلى بلده يعمل في المستقبل فكلما كان عندك لغات كثيرة كلما كان عندك نقاط قوة أكبر وأقوى هذه اللغة مهمة جدا للأبناء لغتهم الأم فإن نسي الطالب الآن لغته الأم ولم يتعلمها سيصعب عليه في المستقبل أن يتعلمها اللغة العربية ليست لغة سهلة وهي لغة من اللغات تعتبر اللغات الصعبة إذا أهملناها إذا لم نتعلمك هناك الكثير ممن يود أن يتعلم هذه اللغة لكنه لا يستطيع نحن نتكلم هذه اللغة نفهم هذه اللغة ما علينا إلا أن نهتم بأبنائنا ونساعدهم على تطوير لغتهم الأم ساعة واحدة كما قلت اللغة العربية هنا تدرس ساعة واحدة في الأسبوع هي مدة غير كافية لكنها مدة جيدة إذا قرناها بدول أخرى مادة موجودة مثل باقي المواد لكن على الأهل هنا الاهتمام على الأهل هنا المتابعة حتى يتطور الطالب للأسف البعض يظن أن اللغة العربية لا يحتاجها كثيرا هنا في السويد بما أنه انتقل إلى السويد أو أنه يعيش في السويد فهو بحاجة للغة السويدية وهذا خطأ كبير كما قلنا الدراسات بيّنت أن الطالب الذي لديه لغة أم قوية تكون سبيل وتكون له عون على تعلم المواد الأخرى واللغات الأخرى والطلاب الذين لا يمتلكون قوة في لغتهم الأم عندهم صعوبات في التعلم الإنسان عليه دائما أن يكون قويا لأنه عندما يمتلك أكثر من لغة فهو يفكر بأكثر من أسلوب بأكثر من طريقة وهذا الأمر جيد بالنسبة للمتعلم هنا دور الأهل المتابعة الإهتمام البعض يقول أنه يتكلم اللغة العربية صحيح لكن نحن نعرف أن اللغة لا تأتي فقط أنه يتحدث هذه اللغة ونحن في البيت وكلنا نستخدم مفردات محددة لا يمكن أن نطور لغتنا بهذه المفردات الاعتيادية التي نستخدمها بشكل روتيني في كل يوم على المرء حتى يطور لغته عليه أن يقرأ عليه أن يسمع عليه أن يقرأ مواضيع مختلفة نصوص مختلفة هنا تتطور اللغة وهنا تصبح عنده مفردات كثيرة في اللغة سواء العربية أو غير العربية أحببت أن أعطي نظرة بشكل مختصر عن واقع اللغة العربية في السويد وكما ذكرت لغة موجودة في المدرسة بشكل نظامي وأنا أعلم هذه اللغة في المدارس الحكومية للطلاب العرب وهناك مدرسون للمواد للغات الأمة الأخرى كاللغة الصومالية كاللغة الصربية كاللغة الروسية اللغة البوسنية وغيرها من اللغات كما قلنا كل طالب له الحق في أن يتعلم لغته الأم هذه نقطة أتوقع أنها نقطة مهمة كثيرا في هذا البلد السويد لا أتوقع أنها موجودة في بلدان أخرى في الدول الأوروبية مجاورة والبعض ممن يعيش هناك يعرف هذا الأمر كل ما علينا نحن الذين نعيش هنا في السويد أن نهتم بأبنائنا من أجل أن يتعلموا اللغة العربية بشكل صحيح اللغة العربية لغة عظيمة لغة جميلة لكن تحتاج إلى الاهتمام تحتاج إلى المتابعة والذين يعيشون في بلدان عربية أيضا أتمنى أن يهتموا بأبنائهم لتعليمهم اللغة العربية فلا يوجد بجمالها وروعتها مهما تعلمنا من اللغات فاللغة العربية برأيه هي الأجمل وستبقى الأجمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر